وبرك الشيخ منير الحسين العلي الصالح أحد وجهاء الضلوعية هذا التوجه لمؤتمر الجبور الذي يعبر عن دراسة منطقية للمتغيرة وركانها بما يعزز وحدة الصف والاستفادة من الخبرات وطي صفحة القلق على السلم المجتمعي بفعل أخوة عراقية غير قابلة للقسمة إلا على الولاء للعراق حقيقة مؤتمر عشيرة الجبور مؤتمر مهم يضم كافة طياف الشعب العراقي وهذا يكون نواة لمؤتمر آخر يضم كافة عشائر العراق باعتبار أن عشيرة الجبور ممتدة من شمال العراق إلى أقصى جنوبه وهذا أحد الأسباب المهمة لعقد المؤتمر الأول لعشيرة العراق العام وأيضا من خلال هذا المؤتمر نود إلى تقويم ودعم العملية السياسية بالاتجاه الصحيح لبناء عراق موحد مستقل يعيش فيه كافة طياف الشعب العراقي بالتساوي لهم حقوق وعليهم واجبات عليهم أن يؤدوها بشكل صحيح وأيضا على العملية السياسية والحكومة المركزية الأخذ بنظر الاعتبار لهكذا مؤتمرات على أنها تقويم للعملية بشكل صحيح ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يكون جمع خير مبارك يهدف إلى بناء عراق موحد مستقل يعيش شعبه شعب واحد وأخوة متحابين في الأرض والدين ترجمة نانسي قنقر